نكمل يا سابق خلينا نشوف مثال رقم اتنين الموجود بصفحة واحد وثلاثين مع بعض بقول لي العلاقة اللي معطيك إياها بالجدول تمثل العلاقة بين معدل السرعة والزمن اللازم لقطع المسافة بين عمان والطفيلة طبعا إحنا عارفين كل ما زادت السرعة تمام في السيارة كل ما احتجنا زمن أقل حتى نوصل للمكان اللي إحنا بدنا نروح له يعني أي سيارة أي مكان بدأ روح له كل ما بزيد سرعتي كل ما احتجت أنا بزيد في السرعة كل ما احتجت لوقت أقل فبوصل بسرعة كل ما احتجت لوقت أقل فبالتالي التناسب رح يكون تناسب عكسي أبين أن معدل السرعة والزمن اللازم متناسبان عكسيا ثم أجد ثابت التناسب خلينا نشوف الجدول هذا الجدول مقسوم لقسمين القسم الأول معدل السرعة القسم الثاني عبارة عن الزمن بتلاحظ انه معدل السرعة كان 90 صارت 72 صارت 60 صارت 45 قاعدة بتقل فبالتالي ببقى انه قاعدة بتقل معدل السرعة خلينا نشوف الزمن لما معدل السرعة كانت بتقل الزمن كان اول شي ساعتين ساعتين ونص ثلاثة واربعة شو ما له الزمن قاعد بزيد اذا لما السرعة قلت الزمن بزيد معناته هذول متناسبان عكسيا بلفظيا بس احنا هلا بنا نشوف اذا كانوا متناسبان عكسيا رياضيا هلا الجدول بدل ما يكون افق يعمل لي بالطول عامودي بس طريقة الحل هي نفسها يعني واحدة بناتهم راح تكون اكس والتانية راح تكون واي هاي راح تكون اكس مثلا وهاي راح تكون عبارة عن واي لانهم متناسبان عكسيا ما باثرق لانه حاصل ضربهم فبدي اوجد حاصل الضرب لكل نسبة من هدول النسب واذا كان حاصل الضرب لكل نسبة من هدول النسب متساوي عندها بحكي انهم متناسبان عكسيا ايذن هاي عبارة مثلا فرطها الخانة ال اولى اكس والخانة الثانية عبارة عن واي في كل نسبة راح اضرب اكس في واي اذا عبارة عن اكس ضرب واي يلا ناكنا نقل النسبة الاولى اللي هي عبارة عن 2 ضرب 90 او 90 ضرب 2 2 ضرب 90 واللي هي عبارة عن 7 180 ممتازين نشوف الثانية 2.5 مضروبة في 72 يلا بما انهم راح ناكنا نضربها 2 في 5 اللي هي خلينا ناءكنا نضربها هون فوق على جنيه ب2 نصدر ب72 ننسى الفاصلة يعني كانها بضروها ب25 5 ب2 10 5 ب7 35 1 36 زائد 0 2 ب2 4 2 ب7 اللي هي عبارة عن 14 إذا رحت 0 6 و4 10 0 باليد 1 3 و4 7 و1 8 والواحد بينزل بس لأنهم في فاصلة بعد منزل الوحدة فبحط الفاصلة بعد منزل الوحدة 180.0 اللي هي عبارة عن 180 إذن كم طلع نتجي الضرب برضو عبارة عن 180 ونشوف التالتة نضرب 60 بنزل الصفر وبضرب 6 في 3 اللي هي عبارة عن 18 إذن عبارة عن 180 45 لما أضربها وأجمعها بنفسها أربع مرات 45 و45 90 وكمان 45 و45 هاي 90 90 هاي 180 إذن 45 ضرب 480 بتلاحظ أنه حاصل ضرب إكس واي بكلياتهم شو ما لهم متساوي فلأنه حاصل ضرب إكس في واي لجميع النسب متساوي بحكي أنهم متناسبان عكسيا إذن بلاحظ أن هدون المتغير عن شو ما لهم رح يكونوا متناسبان عكسيا طب نيجي نوجد ثابت التناسب كي هي عبارة عن إكس ضرب واي لأي نسبة من هدول النسب مثلاً 2 ضرب 90 اللي هي عبارة عن 180 إذن كي تساوي 180 فش دعي أرجع الجدول وأضرب لو أخذت الرقم بما أنهم متساويين معناته هاي القيمة المتساوية هي نفسها كي ثابت التناسب معناته كي هي عبارة عن 108 طب يا مسل نشوف رقم اتنين بحكي لأكتب معادلة العلاقة معادلة العلاقة بس بده معادلة التناسب العكسي واي تساوي ما بده أطلع قيمة مجهولة لأنه ما في قيمة مجهولة كي على إكس إذن هيك بنكون أنهينا مثال رقم اتنين نيجي نشوف يا مسل أتحقق من فهمي الموجود بصفحة 31 بولي العلاقة بين عدد العمال والزمن اللازم لبناء صور طب شو رأيكم؟ لما أنا بزيد العمال عشان يبنوا للصور بقل الزمن اللي بدهم يخدوه ولا بزيد أكيد بقل يعني بشتغلوا بسرعة لما أزيد العمال رح يشتغلوا بسرعة فبالتالي رح أنجز بناء الصور في مدة زمنية أقل معناته هاي التناسب عبارة عن تناسب عكسي وعشان نتأكد بنروح على الجدول اللي موجود عندي هون جدول ببين الزمن وعدد العمال اللازم بلاحظ أنه لما زادت هاي قاعدة بتزيد العمال اثنين أربع ستة وثمانية قاعد بزيد لما زاد عدد العمال طلع على الزمن كان اثناش ستة أربع ثلاث شماله بقل إذن لما زاد عدد العمال الزمن اللي بيحتاجه بقل فبالتالي متناسبان عكسيا طب رياضيا دبين إذا كانوا متناسبان عكسيا أو لا أبين أن عدد العمال والزمن متناسبان عكسيا ثم أجد ثابت التناسب حكينا بما أنهم واضح من خلال جدول باجي بعمل حاصل ضرب X ضرب Y بدي اسألني متناسبان عكسيا أم لا إذن X ضرب Y يلا لكل نسبة من هدول النسب بفرض الأولى مثلا X والتاني Y يلا رح أضرب كل نسبة من هدول النسب في بعضهم وأشوف إذا كانوا متناسبان عكسيا أم لا إطناش ضرب اثنين الأولى إطناش ضرب اثنين شو رأيكم إطناش مضروبة مضروبة سوري إطناش مجموعة بنفسها مرتين إذن رح تكون عبارة عن أربعة وعشرين طب يلا التانية عبارة عن ستة ضرب أربعة ستة بأربعة اللي هي عبارة عن أربعة وعشرين اللي وراها أربعة بستة اللي هي برضو عبارة عن أربعة وعشرين ثلاثة في تمانية أو تمانية في ثلاثة اللي هي عبارة برضو عبارة عن أربعة وعشرين إيش بتلاحظ إنه حاصل ضرب X في Y لإلهم كل هاته عبارة عن متساوية معناته هذول المتغيران شو مالهم رح يكونوا هذول المتغيران متناسبان عكسيا إذن هذول المتغيران متناسبان عكسيا K ثابت التناسب هي أي قيمة من هدول القيم بما أنهم ثابتة لهم كلياتهم معناته K هي عبارة عن 24 لو أخذت أي قيمة من هدول القيم 24 لو إجي تتأكد وضربت X في Y ثابت التناسب تطلع كمان 24 بديكتب معادلة بس التناسب الطردي Y تساوي K على X بوجود الـ 24 أو بعد الموجود لو بدي حطها Y تساوي يعني 24 على X وأنا هيك كتبت معادلة العلاقة وهيك بيكون يا ميس انتهت جزء الأول من درس التناسب العكسي خلينا نيجي نحدد مع بعض الواجب ببيتي زي ما أنتوا شايفين السؤال صحيح زي ما بعيد الأسئلة كتيرة بس بسيطة وسهلة وسريعة زي ما أنا بحل السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والستاش من صفحة 33 و34 الموجود بكتاب الطالب زائد السؤال الأول والثاني من صفحة 13 الموجود في كتاب التمرين ويعطيكم ألف عافية